ديالر كذا الشر عملياتنا العسكرية الجديدة شمالي العراق وضعت تنظيم بيكاكا في صراع مع الموت هكذا صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متحدثا عن عملية المخلب القفل العسكرية التي تشنها القوات التركية في مناطق الشمال العراقي تلك العملية التي أثارت الحكومة في بغداد فوصفتها خارجيتها بأنها استفزازية وتمثل خرقا للأمن القومي للعراق غير أن أنقرة بادرت إلى استدعاء القائم بالأعمال المؤقت للعراق لديها وسلمتهم ذكرة احتجاج تركية بشأن تصريحات الخارجية في العراق مؤكدة في الوقت نفسه على أن الجانب التركي يفضل في الدرجة الأولى أن يكون القضاء على تنظيم بيكاكا في العراق بيد السلطات هناك لسيما أن التنظيم مصنف ضمن الجماعات الإرهابية في كثير من دول العالم تصريح أكده وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أغلو بالقول إن بلاده إذا لم تطلق عمليات ضد التنظيم في الخارج اليوم فإنها قد تضطر إلى مواجهته داخل حدودها في المستقبل مشددا على ضرورة التعاون في مواجهة مثل هذه التنظيمات ميدانيا تتواصل عملية المخلب القفل مخلفة حتى الآن خمسة وأربعين قتيلا من تنظيم بيكاكا بينما قتل ثلاثة من القوات التركية المهاجمة في ظل تصريحات وزير الدفاع التركي خلوس أكار بأن العملية ستستمر حتى إزالة ما وصفه بالتهديد الذي يستهدف بلاده موسيقى